يمكن الكلام المهم في البداية لكن زي ما تعودت دايماً وأبداً في ملك وكتابة ضربة البداية مع مقالي ومقاله وحيداً في مواجهة الصعاب هكذا يترك الأهلي الناس تتكلم على الأهلي بيمد المنتخبات بأفضل العناصر وأكثرها الأهلي أكثر المشاركات الخارجية الأهلي اللي بيشارك في بطولة العالم بطولة العالم للأندية منقوصاً من فريقه بالكامل اللي كان في مهام وطنية أخرى الأهلي اللي بيسافر من سفرية لسفرية أكثر الأندية على سطح القرى الأفريقية مشاركة في البطولات وإحرازاً للكؤوس في كل هذه الظروف والصعاب يترك وحيداً في مواجهة هذا الإجهاد الشديد فكل يقول لك الأهلي في موقف صعب ما تش شايف حد مدد إيده يعني هو لازم الأهلي هو اللي يطلب حاجة غريبة جداً يعني هي دي محتاجة طلب هتقول لي أصل دي يعني حاجات متفقة عليها من بداية الموسم أيوة بس في ظروف يعني أنت والزمالك دلوقتي في ظروف صعبة محتاجين المسندة ما فيش جدال في المشوار الأفريقي أي مكان يتطلبوا الأمر مش محتاجين نستنى نادي من ناديين يطلب إيه تسيل وإيه هتسنده زي ده ناديك الذي تفخر به وهيروح وإنت بتقدمه على طبق من فضة لغريبه ومنافسه الأفريقي ويرجع ويقابل بعد كام يوم يعني المريخ هذا كلام يا جماعة أنتم مش قادرين يعني إذا تجاوزه الأهلي بجد لا يبقى ظاهرة محتاجة دراسة يعني طيب هي دا كلام الحقيقة أنا بسمعه من بعض المدربين وإدارية الأندية التانية هو الأهلي عايزيه هو الأهلي ليه اللي بيطلق الأول الأهلي ما طلبش التأجيل خالص وهتشوفه الكلام هتعرف ليه ما طلبش إيه لأنه عارف إنه سيقابل بالتعنف لكنه هو أصلا مين بيلعب هذا العدد من المباريات قد الأهلي يقولك ما هو المطش دا متأجل ما هو متأجل عشان أنا كنت بلعب مطش السوبر الأفريقي هم تحطوا لي بين مطشين أفريقيين آه يعني أنا ساعتها ما كنتش في فوسحة ما كنتش في السحل الشمالي كنت بلعب السوبر أفريقي فبالتالي يريد كل السادة مدربة وإدارية الأهلية التانية لما نتكلم على الظروف بتاعت الأهلي نبقى عارفين الأهلي ما تأجلوش هذه المباريات طرف علشان الرحل علشان ارتباطات أخرى أشده أهم طيب أنت أجلتوا عشان فيه ارتباط أشده أهم أفريقي طيب لما تأجلوا أنت رحلتوا على ظروف أصعب طيب تحطوا بين المريخ ساند داونز المريخ يعني ما عملناش حاجة إحنا زقناها بالعصاية زقنا المشكلة ووضعنا الأهلي في نفس الموقف تاني وتالت عشان يبانوا كأنه عايز استثناءات ما احنا ما حلناش الموضوع من جزوره إحنا يا أستاذ إبراهيم وده نرجع تاني نتكلم وهي تقالك وهو قال كده الأستاذ أحمد دياب رئيس الرابط قالك ما احنا كنا عارفين وعشان كده طلبنا تغيير شكل الدوري الأنديب وهي بتتمسك بحاجة مش عارفة أنها محتاجة هذا الموسم الاستثنائي محتاجها لو بنلعب النهاردة بشكل جديد من أشكال الدوري مجموعتين ولا خلافه وتعمل بحسي حقك برضو وكان هناك اقتراحات عادلة في هذا الشيء كان وطئة المشكلة هتبقى خافة مكوننا هنلاقي حلوط أنت دلوقتي يا أستاذ إبراهيم المسألة مش مسألة إجهاد لعيمة الأهلي الإجهاد يعرضك للإصابات والإصابات يدفع تمانها المنتخب أيضا مش الأهلي الوحده مش عارف لو تعرض أندية أخرى للمزنق ده حيبقى التصرف إزاي حتضطر بقى تتمسك بالجدول مش صح مش صح ونت في الآخر حتنتيه في شهر ثماني يعني ما أنتش حتنتيه في شهر ستة ولا سبعة ما حلناش حاجة المواسم سوف تتلحم أيضا ده الموقف الصعب للأسف لكن في النهاية كل الثقة في لعيمة الأهلي كل الثقة في الجهاز الفني هو ده الوضع اللي موجود وعلينا التعامل معاه باحترافية بمسئولية بتركيز وإن شاء الله كل التوفيق هنطلع الفاصل وبعد الفاصل نتواصل